اهلا بحضراتكم من جديد الفقرة الحوارية في حلقة الليلة موضوع في غاية الهمية تحدثت عنه مرارا وتكرارا ولن امل الحديث هو من يصنع المزاج العام المؤثرات التي تؤثر في المزاج العام وهل هي بتتم بشكل تلقائي من قبيل الصدف والتراتبية السببية اما ان هناك من يخطط لضرب الحل المزاجية صعودا او هبوطا سوشال ميديا المتهم الاساسي ما هي الا اداة في ايدي هؤلاء الذين يخططون اذا كانت هناك خططا ومؤمرات ايضا الكثير من اللغة الذي يدور حول الزكاء الاصطناعي ودوره خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة واخر مقال كتبه هنريك سينجر وبيقول القوة التدميرية للزكاء الاصطناعي والامم المتحدة الاول مرة بتفتح الملف وتقول انه علينا ان نضع ضوابط حاكمة لعمل الزكاء الاصطناعي هذا كله بيدفعنا الى ان نسأل ونتساءل مع المختصين حول هذه الامور وغيرها دعوني ارحب بضيفي في هذه الفقرة مستشار الاعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي المهندس رامي المليجي اهلا بجيب شمانس اهلا بجيب يعني ما قلتش صديقي العزيز وزميل العزيز لكن الحقيقة من وحي ما نلتقي ونتحدث ونتحاور ونتناقش كان فكرتين ان احنا نلتقي لانه انا بقعد معاك بستفيد وبسأل فاجد اجابات حاسمة وافية منطقية منك فتسألت لماذا احرم جمهوري من ان يستمع بنفسه الى المصدر بتاعي في ما يخص الزكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والرقمنة والسوشال ميدي يعني اتمنى ان شاء الله يكون في مادة مفيدة ونقدم حاجة علمية بعيدة عن اي يعني المجال ده الاسف فيه كتير من اللغط زي ما حضرتك قلت حواليه فان شاء الله ان احنا نقدم الحاجة العلمية الحقيقية اللي ما فيهاش تحييزات يعني قدر المستطر باش منظر رامي تأثير السوشال ميديا على والذكاء الاصطناعي على الحالة المزاجية الموضوع انا شغلني وكتبتي فيه كتير لكن انا يعني ما عنديش عوامة عم بيها في هذا البحر فربما كنت انا بس اسمح لي حضرتك في الاول ان انا يعني اأسس للكلام اللي هنقوله فيما بعد يعني كل الكلام انا خلاص انا قفت خلاص انت اشتغل وانا قفت انا هستمع فعلا انا اعديك فرصة كاملة اشرح وانا عايز اسمع مع الناس يعني فاطر فانا عايز يعني اتكلم مثلا انه بلا شك الدواء مثلا هو من اعظم الاختراعات البشرية احنا يعني مفيش حاجة اعظم من الدواء اللي بيخفف الالام واللي بينقذ ناس وهكذا الدواء اول حاجة عملوها فيه حطوله روشتة وحطوا الاثار الجانبية السايد افكتس واي حد بياخد دواء بيبص على السايد افكتس ليه مش عشان يقول ان الدواء ده وحش او الدواء مده متاخدوش ولكن عشان يقول انه خلوا بالكم كل حاجة فيه ليها سايد افكتس فالسايد افكتس دي ممكن تكون علي مؤثرة اكتر من على حضرتك فبالتالي ينفع ان انا استخدمها ماينفعش حضرتك تستخدمها او حتى لو انا استخدمتها لازم ااخد بالي من حاجات معينة هو ده اللي احنا جايين نقوله مش بنقول انه ابعدوا عن التكنولوجيا ما تستخدموش في سوشيال ميديا لا بالعكس احنا بنقول ان دي اداة مهمة جدا وهي اداة تكاد تكون بتغير البشرية بس ماينفعش مافيش حد يطلع يقول ايه سايد افكتس ماينفعش ما نبقاش دايما حطين قدامنا وبصين وعارفين ان فيه سايد افكتس وفيه حاجات جانبية بتحصل وحاجات حقيقية احنا مش بنتكلم بتكلم انه كل العالم ملاحظ ده وعارف ده من حاجات بسيطة انا عارف مثلا حضرتك بتحب الارقام جدا فانا مثلا اقول لحضرتك رقم مثلا ان المواطن الامريكي قبل 100 سنة كان بيستخدم من التوابل 220 جرام في خلال 100 سنة دلوقت هو بيستخدم كيلو و600 جرام سنويا من 220 لكيلو 600 جرام سنويا سنويا تمام زيادة كبيرة جدا ايه ليه انا بقول المثال ده هو شبه اللي بتعمله ده اللي عملته فيه يعني حياتنا التكنولوجيا ان حياتنا بقى فيها سبايسز كتير بقى فيها توابل كتير بقت احلى بقى فيه عندنا في الاكل ما بقاش الاكل البيتي السهل اللي هو بتعمل باربع خمس وصفات لا ده فيه تتبيلة ومعرفش ايه بقى الشكل احلى النقطة الحاكمة في الموضوع ده او اللي لازم ناخد بالنا منها ان في المية سنة دي الدراسات بتقول ان القيمة الغذائية للأكل واللي بتدخل اجسامنا قلت اتنين وعشرين في المية مع زيادة السبايسي والتوابل مع زيادة قلنا القيمة الغذائية الحقيقة بالضبط فهي ده ده المثال اللي عملته التكنولوجيا في حياتنا هي زودتنا بحاجات حلوة كتير من الشكل ولكن قللت القيمة في كل حاجة يعني احنا بنتكلم بدءا من الغذاء الى كل حاجة فدي مثال عما ممكن نتكلم عنه انه ايه اللي ممكن يكون السايد افكتس بتاعت التكنولوجيا فهل في دراسات علمية نفسية مسبتة عن اثار السوشال ميديا الاجابة نعم طب ايه اللي بتكلموا فيه دايما عن السوشال ميديا في السنين اللي فاتت بتكلموا عن حاجة مثلا زي الفقاعة بيقولك انه السوشال ميديا بتخلينا عايشين في فقاعة لانه هو بيقترح علينا الناس اللي شبهنا او احنا بنعمل صداقات مع الناس اللي شبهنا ونعمل بلوك للناس اللي مش شبهنا فبنسمع رأينا فاحنا بنرجع نقول رأينا ونسمع رأينا فبتتكون فقاعة حول الشخص انه هو شايف المجتمع كله شبهه سواء ايجابا او سلبا او رأيه ده باختياره هو هو مستار المجموع ده باختياره وده بترسخه اكتر السوشال ميديا كمان ان هي بتطلع لك برضو حاجات معينة بس لسه احنا بنتكلم في الاساسيات قبل ما نقول هل في حد بيتحكم ولا لا احنا بنقول هل فيه اثر اه فيه اثر ودرسوه وعرفو انه هو موجود حاجة من الحاجات التانية تدني احترام الذات واحترام الغير احترام الذات في الاول اكتر منصة بتعمل اثر سلبي وده في دراسة عملت سنة واحد وعشرين اكتر منصة بتعمل اثر سلبي ويعني بتأثر على النفسية هي انستجرام ده كانت دراسة غريبة الناس كلها بصت انستجرام اللي هو كله صور حلوة وناس في المصيف وناس في سفر وناس كذا بقت تحسسك بعدم الاحترام النفسي انت بتشوف انه كل الناس مسافرة كل الناس بتعمل انجازات في حياتها كل الناس رايحة الا انا ودي مش حقيقة فده برضو دراسة علمية مسبتة قالت انه انستجرام بيزيد الكآبة او بيزيد عدم الاحترام النفسي لشخصك وعدم احترام الذات برضو بنجها تانية عدم احترام الغير زي في 2016 في بدايات الزكاء الاصطناعي مايكروسوفت عملت حاجة اكاونت تويتر زكاء اصطناعي سمته تاي بن نوتا كده بتتكلم وهي بتتعلم من الناس وهي بتتكلم هم قالوا لها يعني نظام تتعلم من الناس الكلام بعد 24 ساعة مايكروسوفت وقفت الاكاونت ده واعتذرت لان تاي تحولت الى ان هي بتتكلم بكلام عنصري وبتشتم وبتتكلم بكلام سلبي بتتكلم بكلام الناس بالزبط يبقى الناس بقى شبههم بالزبط يبقى الناس على السوشيال ميديا للأسف هم اكثر عدم احترام للغير يمكن الشخص ده نفسه اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا ممكن يكون بيشتم ده او ما بيحترمش الحقوق الشخصية للناس هو في الواقع بيدافع عن الحقوق دي فدي احد الحاجات اللي بتحصل طيب يبقى احنا بنقول هل فيه تأثير نفسي للسوشيال ميديا نعم فيه تأثير نفسي واحنا كلنا مقتنعين بيه وفيه اهو ادلة على ان فيه تأثير نفسي للسوشيال ميديا كل ده لسه ما تكلمناش عن ادارة الموضوع ده ان انا اتحكم في ده البدايات منصات سوشيال ميديا كانت بتكلم عن ان انا وده هو العلم اللي طلع منه كل علوم الزجاة الاصطناعي علم يسمى البيج ديتا او البيانات الكبيرة هم فجأة تفجأوا انه منصات سوشيال ميديا دي بتجمع معلومات كتيرة ما كانوش بيعرفوا يستخدموه فعملوا علم اسمه البيج ديتا هدفه ان انا استخدم الديتا دي بطريقة استفيد منها حاجات اطلع منها معلومة اقدر اعرف اوصل لحاجة ومثلا في البدايات كانوا فيه في البدايات الزجاة الاصطناعي كان فيه خوارزميتين كده مشهورين واحدة اسمها خوارزميت النمل واحدة اسمها خوارزميت النحل مهمتها ان هي بتدخل على الديتا الكتيرة دي اللي انا مش عمري ما اعرف اقراها محتاج ملايين السنين عشان اقراها واتطلع منها معلومة يعني اقول لعضباتك حاجة بسيطة كده من الحاجات كنا ندرسها مثلا في الجامعة جابوا كل الفواتير بتاعة السيبر ماركت الهدف منها انه يشوفوا يخلوا السيبر ماركت ده يحط الحاجات اللي بتتباع باماكن جنبه بعض عشان لو انت بتشتري دي و دي حطها لك جنبه بعض فانت تفتكر اه في حاجة بترتبط بالاخر تمام فقالوا في الاول ان احنا ايه تعالوا نشوف دي ابسط حاجة نشوف كل الناس دول فواتيرهم بيشتروا ايه مع ايه فانحطوا جنبه بعض ففي مثال شهير دايما كانوا بدرسهننا يعني اسات زيتنا يقولك ان هم اكتشفوا حاجة غريبة قوي ان الديبر العفضات دايما مرتبطة بالبير بالبيرة كلهم مفيش سبب علمي فيش سبب منطقي ليه ده مرتبطي ايه اللي يروط مبارسة مفيش حاجة بس هي الزكاة الاصطناعي بيين لنا ده فخلاص بدأت السيبر ماركت برا تعمل ده تحط ده جنب ده ولقوا انه فعلا المبيعات زادت فيهم طب ألف تحليل ايه بقى؟ هي دي بقى الفكرة الفكرة بدأوا يحسوا ان الزكاة الاصطناعي هو اللي بياخدهم في اماكن تاني ايوه هو اللي بيسرح بيهم ايه الزبط يعني انه هو ما بقى هنا بقى كان نقطة التحول من ان الزكاة الاصطناعي انا بستخدمه عشان يطلع لي معلومة عادية الى انه هو بقى يوجهني في اتجاه خلاص انا بقيتش اسأله بتعمل ايه خلاص انت شايف ده الصح يبقى انت الصح بدون ما ابحث طب هو برضو بيفكر ازاي يا رب يعني هو قاليت فلسافة انه بيفكر وبيديني الابشن بيقوله حط الحفاظات جنب البيرة حط العسل جنب الطحينة حط العيش جنب يعني هي مفروض انا كنت متخيل قبل انت متكلم دلوقتي انه بيدري السلوكي في اللي فات بالزبط هو بيك ديت بياخد معلومات كتير وبيحلل المعلومات دي وبيطلع بنتيجة هو مثلا لقى انه معظم الفواتير اللي فيها المنتج ده فيها المنتج ده فربطهم ببعض فربطهم ببعض هل ده ربط حقيقي محدش عارف هل ده فعلا له سبب علمي محدش عارف الاخطر بقى محدش دور يعني اه محدش بحث وراء الموضوع خلاص احنا بقينا نمشي وراء الذكاء الاصطناعي بيقول لنا امشوا كده خلاص احنا مش هندور وراه هو اكيد ارجع بالل النحلة والنملة بالزبط وبعدها طلع بقى الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي اللي هو بنسميه جينيراتيف اي 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 او الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو الحالي اللي احنا منبهرين به بقى لنا مثلا سنة ونص ولا حاجة اللي هو خلاص بقى انا بقول له عايز اعمل عايز اكتب ايميل كذا كذا فهو بيكتبه لي بيكتبه بطريقة ايه بيروح هو يعني ليه بيكتب الجملة دي قبل الجملة دي ليه بيختار الموضوع ده انا ما بقيتش بدور وراه طب بعد كده لغاية هنا تمام احنا يعني تمام الدنيا تمام بنستخدم الذكاء الاصطناعي في استخدامات منطقية معقولة جيه بقى ايلون ماسك من كم يوم اطلق مثلا الشريحة اللي هي نيورال لينك اه ليه الشريحة الدماغية الهدف المعلن منها هو هدف طبي وهدف سامي قبل ما اروح للراجل ده معلش قبل ما اروح للراجل ده لانا موضوع يعني تمام خلي بس الموضوع المزاج لانه المزاج العام دي يعني عملالي في اسرائيل كنت اتكلم معاك على التطبيق اللي هم عملوا لانه شافوا ان الحالة المعنوية عندهم ويقعت فقال لك ان نجيب تطبيق تطبيق ده بيستهدف الناس يبدأ ارفع معاناتهم كيف هي الحكاية؟ من اللي احنا قلناه الفكرة هل يقدر الزكاء الاصطناعي انه هو لما يعرف معلومات كتيرة عني من من فكرة البيك ديتا هل يقدر يبقى انا او يتوقع سلوكي الاجابة نعم يعني زي ما هو توقع سلوك الناس ان يا جماعة دول بياخدوا دي مع دي انا مش عارف ليه بس هما بياخدوا دي مع دي فبدأوا يستخدموا الزكاء الاصطناعي في الحتة دي اللي هو انا اتوقع ايه اللي ممكن الشخص ده يعمله اتوقع يعني دلوقت في عندنا حاجة بنعمل موديلينج للشخص انا ممكن اخذ من حضرتك مجموعة مقالات مئة مقال وقديها للزكاء الاصطناعي واقول له اكتب لي مقال عن كذا بطريقة الاستاذ نشأت هيكتب لي مقال لو حضرتك بصيت عليه هتقول ده انا اللي كده يعني حضرتك اللي كده هو بيسرق اسلوبك بيسرق طريق التفكير انا وديت له انا مجموعة حلقات وقلت له اعمل حلقة حلقة هيعمل حلقة بلفس مفرداتي وكلامي بالضبط لدرجة احنا جربناها حاجة يعني في استوديو رقمي عندنا عربية الفصحة وبكاميرا تانية باللبناني فقلنا له ادينا له 3 اربع سكريبتات وقلنا له اكتب لنا سكريبت شبه ده فهو كتب سكريبت نصين نص بالعربي الفصحة والجزء القصير منه باللبناني واللبناني بإفهات لان هي كانت بتقول يعني باللبناني بتقول حاجة فاني فاللبناني بإفهات كتب هل هو دقيق لا هل هو معلومة تقدر تعتمد عليها لا بس هل الاسلوب صحيح مية بالمية اه ودي الخطورة يعني فهو بنفس الطريقة دي بيقدر يتوقع انت ممكن تقول ايه ممكن تحب ايه ممكن يوريك ايه فتبقى مبسوط ممكن يوريك ايه فتبقى زعلان يعني هو دلقتي معلومة شرب هو ارى سلوكي وعرف ان انا لما بلاقي فيلم ابردوست بقى مبسوط صحيح هنا الفيروس بقى مبسوط هنا المكلسون بقى مبسوط الكاريكاتير بقى مبسوط نكتب بقى مبسوط خبر كويس عن انخفاض سعر دور بقى مبسوط انه في صدرات يعني عرف ايه الحاجات اللي بتخليني افتت عيني وابقى مبتسم صحيح فهو اراها فيبدأ هو بقى لو استهدفني انه يرفع معنوياتي يرميلي حاجات من هذا النوع صحيح وعرف كمان ان انا بتدايق من لما اقرأ عن استشهاد حد موت حد حد مظلوم حد مش عاكب ايه دي شخصيتي مثلا فيبدأ هو يرميلي لما احب يضايقني يرميلي حاجات زي كده بالظبط هو دل بيحصل بالظبط هو خلينا لأ على مستقى جامعي بقى بيعملها ازاي بالظبط هو احنا خلينا نقول ببساطة احنا كلنا مثلا بنقول مثلا اي حد يقول مثلا والدتي بتعرف انا مبسوط انت وزعلين انت وايه لي فرحني وايه لي زعلين ده بناء على ايه انه العشرة حفظاك حفظاك لانه انت نفسك ما تعرفش انت بتعمل ايه يعني مثال البير والدايبر ده الاشخاص نفسهم هم ما يعرفوش ان هم بيعملوا كده ممكن مثلا ليك لازمة ان انت مثلا لما بتبقى بداية بتعمل كده مثلا انت ممكن مشواخب بالك منها بس هو واخب باله منها هو عنده معلومات يعني عنده شايف اكتب منك بالظبط تخيل حضرتك لو انت مثلا دخلت على الفيسبوك اكاونت بتاعك هتلاقي مكان ان انت بتقدر تعمل تنزل الديتا بتاعتك عند الفيسبوك تقول له انا عايز اعمل داونلود للديتا بتاعتي عندك هتلاقيها حوالي 2 جيجا وشوية مثلا في اقل الاحوال يعني كل مكان اكاونتك بيعدي عليه سنين هتلاقي ممكن توصل ل10 جيجا 10 جيجا من التكست تخيل يعني احنا عندنا ملف التكست بيبقى بالكيلو بايت دي احنا بنتكلم بالجيجا بايت ارقام خيالية ايه كل المعلومات هو كل همسة بتعملها مسجلها لك فهو عارف عن نفسك اكتر منك فبالتالي هو بيقدر يفهم مش لازم بشكل مباشر يعني ممكن يتكلمنا في حلقة قبل كده عن قصة الانتخابات الامريكية هو مراحش قال للناس يا جماعة انتخبوا فلان او ما تنتخبوش فلان ايوه هو التوجيه غير مباشر ده اخطر حاجة اقول لي بقى ازاي بعمل بالزبط التوجيه غير مباشر اخطر زي امتخبات الامريكية يكمل بالزبط بالزبط هما هو التوجيه غير مباشر في فكرة ان انا هاجي ببساطة هو مثلا في الانتخابات الامريكية قالك ان الناس اللي جمهورين دول هينتخبوا جمهورين والديمقراطيين هنتخبوا ديمقراطيين كالين اللي في النص بقى اللي هو في المنطقة الرماضي بالزبط المتعرجحين دول بيسموهم في امريكا المتعرجحين المتأرجح ده ممكن يروح هنا ممكن يروح هنا فدلا ألعب عليه خد قاعد يدرس صفاتهم الشخصية فلاقى مثلا أن دول معظمهم بيحبوا الحيوانات قال لك بس دي صفة قادر ألعب عليه فبدأ يلعب مثلا معظم المتأرجين بيحبوا الحيوانات بيحبوا الحيوانات موضوع ما لهوش دعوه بالسياسة ولا دعوه بأي حاجة فقال لك تعالى طب ألعب على اللعبة دي فبدأ مثلا يقول لهم أن ترامب بيحب الكلب بتاعه ودايما يطلع مع الكلب بتاعه وتصور مع الكلب بتاعه وبيحبه وطلعت في نفس الوقت عن هيلاري قصص أن هي كانت بتعذب الكلب بتاعها لأنه هو الكلب اللي جايبه زوجها بيل كلانتا وبسبب المشاكل بينهم قصة ملهاش دعوة بالسياسة ولا ليها دعوة بالانتخابات في الآخر بتأثر عليك بإيه أنت ممكن تروح تقول أنا بحب هيلاري بس معرفش أفلت منها هذه الفكرة أو أنا العكس أنا بحب ترامب بس أفلت منه يعني الفكرة أنه هو بيروح لك في حتة بعيدة خالص مش الشكل المباشر لأنه الشكل المباشر ده أنت هتكشفه هو بيروح لك في حاجات أنت مش متخيلها هو عارف أن الحتة دي أنت ممكن مثلا أنا عايز أعمل حاجة مع المجتمع المصري مثلا مش هروح أقول له ده وحش ده حلو أنت اقتصادك قوي اقتصادك وحش هدخل معاه في خناءة مباشرة لا أنا هروح أقول له نكتة زلت أشتري معرفش إيه قال لي معرفش إيه بصت لجنب رجعت له لقيت السعر زاد مثلا يعني أي موضوع فهو بيروح لك في حتة أنت مش هتاخد أنا حصل معايا موقف معرفش هقول لك أنت يعني كطبيب تشرح للقصة إيه بقى أنا في يوم كنت بتكلم مع رامي الميليكي فبيقول أنه الأعمال الخيرية للشركات أو التكلفة أو الدور الاجتماعي للشركات مهم جدا والشركات العالمية اللي هي الشركات الضخمة لها دور الاجتماعي خاصة في الدول الفقيرة من قومة الجوع وكذا 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 أنا كل ما شركة من الشركات دي أعرف أن هي عاملة دور أنا هروح أشتري المنتج بتاعها لأنها أولى لأنها عندها دور الاجتماعي فأنا عايز أساهم في الدور الاجتماعي بشكل غير مباشر قلت حاجة زي كده وكتناقشت فأنا فهمت بعدين أنه بسمعني ما هو سمعني فجيت لقيت جاي لي حاجة على الفيسبوك بتقول دور شركة دانون فرنسية في مقاومة الجوع في بنجليزيش موضوع قريت الموضوع إن بهرت أنا رحت بعد كده ديت تعليمات إنه لأ هنجيب دانون هو ما قال ليش اشتري على فكرة ما قال ليش اشتري ها بالظبط هو ما قال ليش اشتري وعلى فكرة ده استخدام اللي دلوقتي بنقول عنه استخدام البريء للتكنولوجيا يعني هو أول ما طلعت سوشيال ميديا كانت تقولك أنا هدفي إن أنا أساعد المعلنين ما هو المعلن عايز يوصل ما هو بالآخر في جزء مننا هو ناس عندهم بيزنس فبيعملوا البيزنس ده على السوشيال ميديا فأنا بساعده أنا بوصل المعلن للشخص اللي محتاج بعمل ده ازاي بجيب من صوت بجيب من كاميرا يعني احنا بنشوف دايما حتى مارك زيجربرج نفسه لما بييجي يطلع بحاطة ستيكر على الكاميرا بتاعته فهم مش نكرين ده بس هو بيقولك الدور البريء إن أنا بعمل كده ولكن هل ده ممكن أن يستخدم سياسيا هل ده ممكن أن يستخدم حتى عسكريا هل مثلا إسرائيل ممكن تعمل ده إسرائيل يعني تخيل حضرتك إسرائيل دولة الصغيرة دي هي ترتبها في العالم الثامن في العالم في بيع الأسلحة هي دولة ترتبها في العالم الثامن تمام الدولة دي باعت تقنيات أسلحة للعالم ل130 دولة في العالم يعني تقريبا باعت للعالم كلهم فيش دولة في العالم ماشتريتش منها شركة زي شركة البيت الإسرائيلية دي هي اللي بنت الأبراج الفصل بين المكسيك وأمريك هي اللي بتدي الكاميرات لمرأبة الحدود الأوروبية ضد المهاجرين هي أول ما نخترع على فكرة المسيرات المزخرة اللي هي المسيرات هم أول ناس في دول تانية بعدين زي تركيا أو إيران اشتغلت عليها بس أول ما نطلعها هي إسرائيل الهيرمز دي كانت بتبيعها لأوروبا عشان المهاجرين وبعدين تستخدم كسلاح إسرائيل للأسف هي بتستخدم الفلسطينيين باعتباره أكتر من 2 مليون بني آدم تحت الحصار بتستخدمهم حق لتجارب لهذه التقنيات اللي هي بتعملها هي بتروح تقول أنا عملت أحسن جدار عازل في العالم ما حدش بيقدر يخترقه بتبيعه لأمريكا عشان تحطه قدام المكسيك بتقول أنا بقدر بيجزوس مثلا من أشهر قصة أنا بقدر أخترق أي موبايل في العالم وبقدر عن طريق الاختراق ده أوصل وأغتال الفلسطينيين وهو عندي نتائجه واغتلت قيادات طيب بتبيعه للعالم كله فغير مستبعد عن إسرائيل طبعا تعمل كده بس هو في الحالة الأخيرة دي انقلب السحر على الساحر زي ما بيقوله هما اللي حصل في الآخر ده أول حاجة ضربهم في مقتل في صناعة السلاح اللي هما بيقولوا إحنا بصوا إحنا بنامل إيه فبنبيعوا فطب ما أنت الجدار العازل أهو دخلوا الناس وما كنتش عارف تعمل حاجة وبقى لك كل ده مش عارف توقفهم ولا توصلهم ولا ترجع الناس بتوعك فبالتالي هو ضرب هنا في مقتل وضرب في مقتل أكتر في الشعب اللي هو حالته النفسية تدنت بشكل كبير عزوف كبير من الشباب عندهم سواء السفر سواء هو مش عايز يروح التجنيد فهو بدأ يطبق السلاح على نفسه قالك أنا أول حاجة محتاج أن أنا شعبي أرفع له الروح المعنوية فمش مستبعد هو فيه كتير ناس تكلموا عن موضوع ده مش حاجة يعني سولد نقدر نتكلم فيها بس هما تكلموا عن ده فعلا أنهما مش مستبعد أنهما يكونوا بيحاولوا يرفعوا الروح المعنوية عندهم طبعا أول ما بدأوا يعملوا ده اتكلمت جهات داخلية عندهم طب ما يا جماعة ما أنتوا بكرة هتعملوا ده في الانتخابات مصبوط هتعملوا في أي حاجة يعني فهنا على فكرة يعني بياخدنا موضوع شوية فلسفي اللي هو فكرة أنهنا فعلا دلوقتي البشرية في تحدي كبير احنا فيه تغير في البشرية احنا بقينا مش عارفين زي ما كنا بنتكلم مش عارفين الزكاة الاصطناعية احنا بنستخدمه ولا بيستخدمنا بنوجهه ولا بيوجهنا طب احنا هنوصل لمرحلة من يملك ماذا ويوجه ماذا يعني موضوع بقى معقد هل هيخرج عن السيطرة ده السؤال وده على فكرة أكبر الشركات في سيليكون فالي والمنظرين العلميين في العالم بيقولك احتماله 50% أن تفنى البشرية من الزكاة الاصطناعية 50% يعني مش يعني مهول مهول يعني ومش متأكد وبيقولك مع روش وحايز يقولك مع روش اخد نفسي لان نتعد هتطلع فاصل صوير فاصل قصير ثم نقود اهلا بحضراتكم من جديد يعني مش منظرامي من وصلنا الى اخر سطر انه يقترح البعض من ضرورة دراسة تأثير الزكاة الاصطناعية على البشرية على مستقبل البشرية ووصل البعض الى انه نسبة فناء البشرية بنسبة 50% تكون على يعني مقصلة الزكاة الاصطناعي ووضعه المستقبل لكن ده بياخدني الى نقطة اخرى وهي شريحة إيلون ماسك وشركة نورا لينك وزرع الشريحة في دماغ الكأ ايه اللي بيحصل طيب هي الفكرة بالاساس فكرة طبية وفكرة على فكرة مش جديدة يعني من تقريبا من 2004 معلش انا اتفرجت على زمان فيلم في الخيال العلمي اه لا لا هو حتى في الوقت وثمانية اجيجة دي كان فيلم ايه ايه الليمبي مش عزب ده طالت حقيقة دلوقتي يعني الكلام اللي احنا شفناه وعندنا نتحكي عليه ها 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 اتاري الناس شغالين فيه في سيليكون فالي شغالين بيعملوا حاجة زي كده صحيح لا هو خليه يعني خلينا نبدأ من اول حاجة هل مثلا اجهزت كشف الكذب هي بتعمل على ايه ان هي جهاز بيقرأ الاشارات الدماغية احنا عارفين ان اشارات دماغية في الاخر هي اشارات كهربائية الفكرة بس نفسها ان انت تعرف اشارات دي معناها ايه والموضوع مش يعني زمان كان صعب دلوقتي ما بقاش صعب فبقى نقدر نعرف الاشارات الكهربائية دي بتتكلم علي ايه من زمان كان بيقولك لما لاقي نشاط دماغي فده دليل بيجدب بيقول حقيقة وهكذا انما دلوقتي لا انا عارف بالضبط الاشارة دي طلع عليه فالفين واربعة تقريبا او الفين وخمسة كان فيه مشروع في الجامعات في امريكا عن كان اسمه برينجيت نفس الفكرة ان انا حط شريحة تقرأ الاشارات الدماغية دي فاساعد الناس اللي هم الناس حد عنده اعاقة حسية او اعاقة حركية يقدر يتعامل مع المحيط بتاعه نيورالينك نفس الاتجاه هي برضه من الاساس بتتكلم بشكل طبي بان هي عايزة تساعد الديسيبلز اللي هم عندهم اعاقة بصرية اعاقة حسية بشكل عام او اعاقة عضلية ويتخليهم يتحكموا بالاشياء الخطورة هنا النيورالينك دي موجودة 24 ساعة في دماغك فهي ما بقى يعني احنا كنا بنتخوف من انه الكاميرا والمايك هتشوف انا بعمل ايه وتسمع انا بقول ايه فتطلع لي اعلانات بناءة عليه دي بتقرد ماغك عارفة كل حاجة 24 ساعة يرأيدي ولا سلوكي بتقرد ماغي بالصف فهو حتى تخيل ان هي يعني بتتدخل بمشاعرك يعني انت ممكن تخطر في بالك فكرة ما تنفزهاش بس هي هتعرف ممكن تخطر في بالك فكرة ما تقولهاش هي عارفاه ممكن انت تشوف حاجة فتعجبك مشهد يعجبك او مشهد يخليك متدايق هي بتلقوط ده بطلقت كل حاجة خلاص هي جوة دماغك فهي عارفة كل حاجة فهنا الخطورة دايما التكنولوجيا بيكون أساسها خيري أو أساسها زي وجاهها إنه والله ده حاجك ويسها تساعد هو عايز يعالج الناس اللي عندهم مرض رعاش وعندهم عمى وعندهم بس طب أنت هتعمل إيه بالديتا دي وإنت أصلا كسوشيال ميديا ما بتعملش حاجة غير أن أنت بتبيع بتبيع البيانات بتاعت الناس دي وهل البيانات دي لنفرض حتى أنت مش هتبيعها لو وقعت في أيدي ناس غير مصرح لهم دلوقت أنت هيبقى فيه خلاص باستخدام بقى أن التكنولوجيا الأشياء أو الحاجات اللي بتكلم بعض أن أنت سمارت ووتش بتكلم اللامبة عشان تطفي معرفش إيه فهيربط لك كل ده مع بعض فأنت الديتا بتاعت دماغك دي بقت جزء من ده طب لنفرض مش هو مش هيقراها حد استخدمها حد قدر يوصلها الخطر أنه برضو يعني خلينا نرجع للأساسيات إحنا دايما أقوى سلاح في الجيوش وسلاح الاستطلاع اللي هو سلاح المعلومات اللي بجيب معلومات عن الناس ليه؟ لأنه بيخليك تعرف عدوك بيفكر إزاي هو الحالة العامة عنده إيه؟ الحالة المزاجية بتاعت الناس إيه؟ المشكلة اللي إحنا دلوقت فيها إن ما بقيتش بس أنت عارف الحالة العامة أنت عارف الحالة الفردية يعني أنا عندي 100 مليون بني آدم أنا عارف كل واحد بيفكر في إيه ولو داتا لوحده ولو معالجة لوحده وبقدر أعالجه لوحده وأعرف هو بيعمل إيه وأقدر أوجهه إيه فده أخطر حتى من فكرة الاستطلاع يعني أخطر من فكرة أنت بس تبقى عارف فكرة الرأي العام بيقول إيه لأ ده أنت عارف الرأي الفردي وعارف توجه الرأي الفردي فأنت تصنع الرأي العام فأنت تصنع الشعور العام فالموضوع فعلا يعني في العالم كله هو محتاج انا بقول ان احنا محتاجين نرجع زي ايام الفرابي وابن سينا مكانه والعلماء بيقصلون بقى بالزبط التقصيل لده لان احنا فعلا محتاجينه بشدة اصلا من ضمن الحاجات اللي علماء النفس خافوا منها من يورا لينك قالك ممكن الشخص يفقد احساسه بالوجود يفقد احساسه بكينونته احنا بنحس بكينونتنا لان احنا بنتحرك بنمسك حاجة ونتحكم ونتحكم تخيل ان انت بتتحكم في الحاجة بتفكيرك انت ممكن تفقد الاحساس اصلا بالفرق بين الواقع والخيال ممكن يعني حاجات كتيرة توجهها البشرية الاول مرة في حياته حاجات يعني مثل الفرابي احد مقولاته كان بيقولك واجب الوجود عقله محد يعقل ذاته بذاته فهو عاقل ومعقول في اين واحد تب تعقل وجودك بالعقل وبتبقى موجود لان العقل بيعقلك مفهوم طب لو انا انا بحس بوجودي بالاشياء الحوالي انا ما بقيتش موجود انا انا بحس ان انا بأثري على الاشياء ما بقيتش انا اللي بحركها بحس بوجودي بان السعادة اللي بتجيني من الدوبامين اللي بينتج في جسمي مقابل حاجة هي اللي بتوجهني هفقد الاحساس بنفسي فيه تعريف جديد لازم يكون للكينونة حتى يعني الموضوع حتى مثلا خلينا اقول مثلا ابن سينة هي يمكن مقولة كلنا عارفينها وبسيطة جدا بس الحاجات البسيطة دي هي اللي بتأصل للعلوم الكبيرة ابن سينة مثلا بيقولك الوهم ونصف الداء الاطمئنان نصف الدواء والصبر او الخطوات الشفاء طيب يبقى الوهم ده اللي هو حالة عقلية هو نصف علاجك الفيزيائي طب انا لو الوهم ده كان حد بيتحكم فيه ده مصيبة ايه لا يحصل هل ممكن انا اصحى الصبح الاقي شعب كامل حاسس بالوهن مثلا تعبان جساديا بجد يروح عند الدكتور الدكتور يكشف عليه اقول له اه انت تعبان على فكرة رم عليش انا ونتكلم سراحة على فكرة السينما بتسبقنا صحيح المفروض تسبقنا يعني دلوقتي وانت بتكلم على ايلون ماسك والشريحة ده اتقلت في افلام كتير جدا جدا وانحنا كان عندنا فيلم بهذا المعنى فكرة اللي انها اثر في الحالة المزاجية العامة يعني بشكل بشكل معناوي او بشكل حقيقي فيزيكال يعني ده حاصل وفيلم انهم في العسل صحيح ده كان احد الحاجات ان كيف تؤثر على شعور جامعي ومزاج عام صحيح نقدر نقول بقى انه الناس بتقوم من نوم الصبح يقوم من نوم كده الصبح اول حاجة بعملها بيمسك التليفون فهيلاقي بالتأكيد مش الاحداث بشوفها ده الاحداث جاية لنا او الاخبار ده جاية لنا مخصوص وانا جزء من المجتمع وانت كمان فالمجتمع كله يمشي كله عنده شعور بالكئابة كله عنده شعور بالخوف عنده شعور بالقلق عنده شعور بانه انا ضايع بانه نهاية الكون انه مترقب حدث مصيبة تحصل اعتقد ده انا شايف ان ده بيحصل بشكل مخطط ولا نغلطان لا اكيد اكيد فيه تخطيط يعني ما ينفعش نقول كل ده بيحصل بدون تخطيط يعني اكيد فيه فيه تخطيط وفيه فيه صاحب مصلحة بالزبط حتى لو ما فيش تخطيط وجود المعلومات دي بشكل متساب كده ممكن حد ييجي ويستغله يعني بابسط حاجة انا ممكن اكون مخططتش لده بس لما لقيت الاداة دي قدامي اكيد يعني الغرب مش هيسبها او اي حد قدامه الاداة دي مش هيسبها هيستخدمها فبالتالي اكيد فيه تخطيط واكيد فيه تأثير واكيد يعني حتى على فكرة منصات تواصل اجتماعية اعترفت بده يعني ما حدش قال ان ما فيش تأثير على البريكزيت يعني ان الشعب البريطاني قرر ان هو عايز يطلع من الاتحاد الاوروبي وبحاجات لما جمي راجعوا الحاجات لا وحاجات انه اصل فيه قانون بيقول ان احنا ما ينفعش نصدر الفراولة بس معرفش حاجات طب انت اصلا بتبيع فراولة لا طب انت مداي ليه يعني حاجات بعد ما حللوها وللأسف يعني حتى كتير من الشعب البريطاني بتلاقي بيقولك اصل كبار سن هم اللي لبسونا في القصة دي اصل الصغيرين هم اللي لبسونا هي محدش لبس حد هي تم التأثير والتحكم بالشعب ده باتجاه معين وعلى فكرة المتهم بده برضو نفس الشركة المتهمة في التأثير في الانتخابات الأمريكية شركة روسية وصنية عالية لا هي شركة حد صديق ترامب مش معروف هي جات من اين بدأت في بريطانيا وبعدين يعني حاجة حاجة مش مش مفهوم عن ده تطبيقات ده اللي اشتراته اسرائيل لا اسرائيل برضو اشترى تطبيق وقالت انها عرف على روح معناها للناس بس ممكن بعد كده يشغلوا يعني حسيت ان انا شخصيا وقاحت فريسة لأحد هذه التطبيقات وقاعد خايف من بكر مثلا يعني مثلا او قاعد مبسوط يعني كيف انا اتغلب بقى كفرد على الحصار اللي فرده الازقاء الاصطناعي والسوشال ميديا والمخاططين والناس او حتى بسوط ازاي انا انجل نفسي هو اول حل ان احنا زي ما قلنا نعرف هو حضرتك لو انت داخل لحد وعارف مثلا ان الحد ده بيعمل حركات ساحر فانت داخل ومتحفز وعارف ان انت لازم تاخد حذرك مش لازم تسيب نفسك مش لازم تقتنع انه خلاص اي حاجة هشوفها هي دي الحقيقة لازم ابحث لازم ابقى داخل بشكل ما متحفز وفاهم ايه اللي انا داخل عليه فده اول حل للموضوع ده الحل التاني ان انا ما بقاش طول الوقت اثير للتكنولوجيا لازم يكون فيه فيه جانب اخر لازم نعيش الحياة لازم نكون بناخد معلوماتنا من مصادر اخرى يعني فيه فيه الكتاب فيه ان احنا نعب مع الناس نسمع من الناس نسمع الرأي النقاش هي من ضمن المشاكل اللي عملتها السوشال ميديا برضو في الحاجات البديهيات يعني يقول لك فرق تسود ما هو الانسان بقى فردي بقى خلاص هو منغلق على نفسه بقى يعني تخيل مثلا احنا كان دايما يقولوا عن مصر ايه ايه الناس بتحبه في مصر لما تيجي مصر يقول لك الالفة والناس وبتنزل في الشارع وتعب مع الناس وتتكلم والناس عندها زكاء اجتماعي وعندها تواصل مع الناس النقطة دي هتلاقيها بتقل ليه لانه كل واحد انغلق في قوقعته وبقى هو مش عارف تتعامل مع الناس التعامل مع الناس ده على فكرة هو مهارة بتكتسبها كل ما تتعامل مع الناس اكتر بتكتسب مهارة لما انت تبقى طول الوقت منعزل على نفسك هتفقد الحس بتاع التعامل مع الناس هتلاقي نفسك دايما عصبي هتلاقي نفسك بتتعامل بعنف هتلاقي نفسك ردودك ردود افعالك مبالغ فيها ليه لان انت تعودت انه خلاص انا موجود مع الالة دي اللي هي بتنفذلي اللي انا عايزه وبتوريني اللي انا عايزه فانا عايش في العالم اللي هو مفوش اخطاء دي مثلا احد دراسات اللي كانوا بيتكلموا فيها عن فكرة مشكلة الزواج مثلا ان احنا المجتمعات بقى فيها طلاق كتير بقى فيها انفصال كتير تفكك في الاسرة ليه لانه بدأت بدأ انت الاشخاص مش زي زمان اللي هو خلاص هو عايش فيه ضمن مجتمع المجتمع ده بيفرض عليه مثلا يعني زمان مثلا كان بيت العيلة بيت العيلة ده اللي هو انت قريبك وعمامك واخوالك كلهم عايشين في منطقة واحدة او في بيت واحد وكلكم بتعرفوا اخبار بعض ودايما بتعرفوا الاخبار السلبية فلان معرفش ايه تخانق مع مراته عشان ايه فلان كزا فبتحس في الاخر في الاخر يوم لما تروح تقول والله انا مراتي كويسة يعني ما عملتش زي فلانة او ما فبتحس ان الانسان طبيعي لان الانسان ده مش ملاك اي انسان عنده اخطاء دلوقت بقى العكس على السوشال ميديا الناس ما بتطلعش غير الحلو بيتصوروا وهم نازلين وخرجين وحبيبي وفجأة تلاقي تطلعوا ما تعرفش عن مشاكلهم فانت بقيت تلاقي انه كل الناس كويسين مش معنى مراتي يعني او عملت نتيجة عكسية بالزبط يعني هو هو كويس ان احنا ما بناش نقول نخرج اسرار بيتنا وكذا والسلبيات بس في لها نتيجة صعبة جدا مش كل حاجة نموزك جاني بالزبط اه احنا يعني الناس طبعين المفروض فيه اخطاء وفيه كذا وفيه يعني صعود وهبوط في المشاعر وغيره فده انت بقيتش تتفهمه لان انت شايف السوشال ميديا كلها بتصدر لك حاجات الناس ان كل الناس عايشين كويسين مع بعض كل الزوجات والازواج والاب والام والاخ كل العلاقات الانسانية كل الناس كويسين وبيرفكت مع بعض وبيعودوا يعملوا مع بعض حاجات كويسة مش شايف السلبي فكل ده خلانا منعزلين الفقاع اللي احنا منغلقين على نفسنا فالحل ان انت لأ تنزل للمجتمع تتكلم تعمل حوارات نقاشات تقرأ من الكتب يعني انا اخطر حاجة صراحة اخاف منها من الفترة القادمة هي فكرة اولادنا هم كل معلوماتهم هيقولها لهم الزكاة الاصطناعية هو هيدخل للزكاة الاصطناعية يسأله عن تاريخ مصر يسأله عن الدين يسأله عن الثقافة يسأله عن اي حاجة وللأسف بنسبة كبيرة هيسق بكلامه فاحنا لازم والمحتوى العربي عندنا ضعيف لأسف فهو لازم ان احنا نقوي معلوماتنا اكتر من برا ونزود المحتوى العربي اللي يدرب الزكاة الاصطناعية ده حتى على شخصيتنا احنا على مفاهمنا احنا احنا دلوقت يعني يمكن كنا بنتكلم في الموضوع ده فكرة الانسان المصري طبيعا الهوية الشخصية المصرية هل تأثرت هل هتأثر طب نعميها ازاي السؤال الهام هو هو في حد يعني أو طلائل اللي لسه بيفكر في تعريف الهوية المصرية ايه يعني انت لو سألت كل واحد هتلاقي كل واحد عنده تعريف ما فيش تعريف جمعي زي زمان زمان كانت المجتمعات كلها متفقة على تعريف الاتفاق على تعريف تأكيد والترسيخ المبادئ اللي في التعريف ده ان احنا مثلا بنقول الشعب المصري طول عمره مصر دي مضيافة مصر دي كان بيجي العربي واليوناني والإيطالي ويعيش هنا ويعمل وبالعكس ده كان يعني كان ليهم اسهامات ثقافية وفكرية واجتماعية وحتى اقتصادية كبيرة في مصر فهل لازال الشعب المصري محافظ على ده ولا بقينا لأي سبب لأي مسببات داخلية خارجية أسباب اقتصادية بقينا شوية عندنا نفور من الآخر بقينا مش متقبلين بالشكل المطلوب هل مطلوب نبقى كده ولا لا هل الشخصية المصرية لازالت هي الشخصية اللي لما بينزل اي حد بيقعد في الشارع على القهوة بيبقى حابب يسمع كلام الناس وهزارهم والشخصية اللي بيقولك دايما بتضحك ما ما حصل ولا ما بقيناش كده ولا عايزين نبقى ده ولا لا بناء الشخصية ده حاجة مهمة والحفاظ على الهوية في ظل ان انت يعني من ضمن الحاجات بيقولك ان الانسان دلوقت عنده غير ازمة الهوية بقى ازمة الكينونة وعنده اكتر من كده فكرة ان انت ما عندكش اجابات يعني زمان كان بيقولك ان الانسان يتعرض لتلاتين لخمسين سؤال في اليوم هلبس ايه هنزل قابل مين اعمل ايه تلاتين لخمسين سؤال بتقدر عقلك يستوعبهم النهاردة انت ممكن بتتعرض في الساعة لتلاتون ميد سؤال عايز قهوة بالنغام ولا فاتح وسط ولا معرفش ايه مع اسبريس ولا معرفش ايه بلبن كمية اسئلة بتخلي دماغك مش قادر يركز هو الدماغ في الاخر بيجيب على عدد من اسئلة بعدين خلاص هو تعب مش عايز اسئلة تاني مش عايز يفكر في حاجة تاني فدي اكبر خطورة وانا رأي انه فعلا احنا لازم نفكر بشكل جدي في الوقت ده ان احنا نرسخ القيم بتاعة المواطن المصري الانسان المصري نبدأ نشتغل عليها ونعمل ورشات ازاي نطبقها ازاي هو ده اللي نغذي به المحتوى بتاعنا المحتوى على السوشيال ميديا المحتوى الرقمي ازاي يعني في نفس الوقت انا مش هكون يعني متشائم بالعكس انا متفائل لسه كنت في معرض الكتاب كل الناس تقول لك اللي بروح معرض الكتاب يعني بيحس بحاجة طاقة ايجابية صحية غريبة في الشعب المصري كل اللي بيحصل فيه وتلاقي زحمة في معرض الكتاب بكل حاجة صحيح كل المؤثرات الخارجية والدخلة هو لازال بيحب القراءة بيحب العلم وبيقدر العلم دكتور مهندس رامي انا بشكرا جدا للمهندس رامي المليجي مستشار لإعلام الرقمي ودكاء الاصطناعي كل شكرا شكر الكرام انتهى وقت نلتقي غدا دوندون في أمن الله